مرحبا وتحياتي للجميع نصل في هذه الحلقة الثالثة والأخيرة في حديثنا حول ما عرفه بالمسألة اليهودية لاستعراض رأيين مهمين رأيين لجون بول سارتر ورأي آخر لفيودور دوستويوفسكي الفيلسوف الفرنسي الكبير طبعا لنقل الزعيم الابتجاه الملحد في الوجودية جون بول سارتر نشر كتاب خاص عن القضية أو عن المسألة اليهودية وكان بعنوان تأملات حول المسألة اليهودية وطبعا قارب سارتر هذه القضية انطلاقا من رؤيته الوجودية ويمكن يعني ان نلخص رأي سارتر من خلال مثلا بضعة نقاط سريعة فأولا اعتبر جون بول سارتر ان كراهية اليهود موقف غير عقلاني وبالتالي اعتبر ان النزعة المعادية للسامية هي نزعة انفعالية عنصرية لاعقلانية بتاتم أو أبدا فإذا أولا اعتبر سارتر ان كراهية اليهود ومعادة السامية هي نزعة عنصرية لاعقلانية ثانيا فسارتر طبعا عندما يقول بلاعقلانية العداء لليهود أو العداء للسامية فهو ينطلق هنا من أمرين الأول هو وجود اعتقاد خرافي ترسخ في العقل الجمعي الأوروبي يعني يرى في اليهود مثلا شخص خبيث بطبعه بمعنى ان في طبيعته في تركيبته مثلا في تكوينه النفسي وحتى في ان اردتم يعني حتى في تركيبته الجسدية عناصر مثلا خبيثة وهذا اعتقاد أقل ما يقال عنه برأي سارتر بأنه اعتقاد خرافي وغير عقلاني بالمرة ثالثا يرى سارتر أن السبب الحقيقي لكره اليهود ومعادات السامية في الغرب السبب الحقيقي أو لهذا السبب الحقيقي يعني جذور دينية وليست فقط مجرد مثلا جذور اجتماعية واقتصادية كما قال ماركس فالعقيدة المسيحية تقوم على عبادة اله العقيدة المسيحية بحسب سارتر قامت على عبادة اله عذبه وصلبه وقتله اليهود يقول مثلا سارتر حول هذا العمر هل يمكن أن نتصور تلك الحالة النفسية التي لا تحتمل والتي يعيش فيها أناس كتب عليهم أن يحيوا في مجتمع أو أن يحيوا في مجتمع يعبد الإله الذي قتلوه طيب رابعا وبناء على ما تقدم يعني ينتهي سارتر إلى أن وجود المسألة اليهودية كان نتيجة لموقف الآخر ورؤية الآخر لليهود بمعنى أن اضطهاد اليهود واحتقارهم هو الذي أوجد بعض الصفات المذمومة في اليهود لا العكس وبرأي سارتر أن اليهود أراد أن يندمج أراد أن يندمج تاريخيا في مجتمعات الغرب لكن الآخرين لم يقبلوا أو لم يساعدوا اليهود على إتمام أو على إنجاح هذا العمر وبالتالي كنتيجة لهذا التمييز يعني اضطر اليهود كما يرى سارتر للتكتل والانتهاج مسلق خاص بهم وهذا ما جعلهم مختلفين وبالتالي فاليهود يهود بحسب النظرة الشائعة لأن الناس جعلت منه هكذا الناس جعلته على ما هو عليه أو بعبارة أخرى فاليهود كما يرى سارتر لا يولد حاملا لهذه الصفات أو لهذه الصورة النمطية عن الإنسان اليهودي في الذهن الغربي وإنما الآخرون هم من خلقوا له هذه الصورة طبعا في تجلي ناصع لمقولة سارتر الشهيرة وهي أن الجحيم هم الآخرون فإذن اليهود كما يرى سارتر هم ضحية الآخرين وليسوا الجلاد مثلا فإذن اليهود هم ضحية الآخر لينتهي سارتر إلى التأكيد على أن الحل للمسألة اليهودية يعني يكمن في تقبل اليهود كما هم في أن تقبل اليهود كما هم أن تتقبلهم المجتمعات الأوروبية كما هم بوصفهم يهود ألمان أو يهود فرنسيين في داخل هذا المجتمع أو ذلك وبالتالي إنهاء كل أشكال الكراهية والمعادات ومن ثم التعامل مع اليهود كأي إنسان عادي آخر طيب سريعا أيضا سأعرض لرأي فيودور دستويفسكي لكن قبل ذلك سأعرج على رأي الإمبراطور الأديب نابليون نابليون الذي أيضا لحظ وجود المسألة اليهودية وبالتالي دعا إلى دمج اليهود في المجتمع ودعا إلى إنهاء مثلا العزلة المفروضة على اليهود سواء من الغير أو حتى دعا دعا اليهود لإنهاء يعني عزلتهم ولهذا الدمج طبعا لكي ينجح متطلبات وشروط منها بحسب نابليون أن تتحول اليهودية من هوية قومية إلى مجرد دين عادي كأي دين آخر دين آخر موجود ومن هذه الشروط مثلا تشجيع اليهود على العمل في مجالات يعني غير التجارة ومنع اليهود مثلا من العمل بالربا ومنها مثلا دعوة نابليون لليهود للزواج من الفرنسيات ومن الأديان الأخرى إلى آخره وفي إحدى رسائله من منفاه في سانت هيلينة يقول نابليون متحدثا يعني عن العمر كان هناك يهود كثر في البلاد التي حكمتها وكنت أطمح لجعلهم أحرارا ومواطنين صالحين ومتساوين بشكل كامل مع الآخرين طيب نصل لأديب والمفكر الروسي الكبير دوستويوفسكي فواقعا دوستويوفسكي أيضا يعني ربما البعض يعرف هذا العمر نشر كتاب أو واقعا هو كتيب يعني تحدث فيه عن هذه القضية وكان تحت عنوان أو كان بعنوان حول المسألة اليهودية والخلاصة التي انتهى إليها دوستويوفسكي تقول أن بين اليهود مثلا كأفراد بطبيعة الحال هناك ناس طيبون كثر لكن في نفس الوقت هناك كما يرى دوستويوفسكي روح مسيطرة روح مسيطرة ومهيمنة على المجتمع اليهودي أسماها بالروح اليهودية هذه الروح اليهودية التي تزرع في داخل اليهود مثلا نزعة الاستعلاء والتفوق على الآخرين طبعا ارتكازا على عقاء الدينية أهمها اعتقاد اليهود بأنهم يعني صفوة البشر مثلا وبأنهم كما هو معروف يعني شعب الله المختار وبرأي دوستويوفسكي أن هذا ما غذى في داخل الإنسان اليهودي وفي داخل المجتمع اليهودي تلك النزعة نحو السيطرة والاستغلال والتحكم المالي مثلا والاقتصادي فهذه الروح اليهودية كما يرى دوستويوفسكي يعني دفعت باليهود لاستغلال الطبقات الفقيرة وحتى الميسورة منها طبعا من خلال التحكم بالنشاط الاقتصادي وبالتجارة وبالمفاتيح الاقتصادية المختلفة وبذلك كرس اليهود كما يرى دوستويوفسكي مبادئ المنفعة وحب وعبادة المال في داخل المجتمع ويرى أيضا دوستويوفسكي أن الروح اليهودية هذا تقف على طرف نقيد مع الروحية المسيحية وبالأخص مع الروح السلافية الأرثودوكسية الروسية هذه الروح السلافية كما يعبر دوستويوفسكي تتسم بالطهارة وبالأصالة على عكس الروح اليهودية ومن هنا طبعا رأى دوستويوفسكي أن أي صعود للروح اليهودية في روسيا سيعني بالضرورة تراجع للروح السلافية الأرثودوكسية الروسية فهذا هو يعني مجمل رأي دوستروفسكي طيب ختاما وكما ذكرت في الحلقة الأولى فمع نشوء الدول القومية في أوروبا في تقريبا يعني أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين هذه الدول التي نشأت على أساس قومي وعلى روابط وقواسم جامعة مثلا منها العرق واللغة والدين والثقافة والعداد والأرض والتاريخ إلى أخره طبعا رأت هنا الحركة الصهيونية بزعامة هيرزل أن الحل الأنسب للمسألة اليهودية سيكون حل نقل مشابه لما يحصل في أوروبا أي أن الحل سيكون بإقامة أيضا وطن قومي لليهود على غرار ما تفعله الدول الأوروبية طبعا القصة يعني تشعبا وفيها تفاصيل وأمور كثيرة جدا لكن يعني بشكل أو بآخر تم اعتماد هذا الحل وطبعا طريحت عدة أماكن كخيارات لكي تكون وطن لليهود وطن قومي لليهود لكن لنقول أن أغلب المجلس اليهودي وأغلب المنتمين للحركة الصهيونية واتبار الشخصيات اليهودية يعني اتفقوا على أن الوطن اليهودي القومي لا يمكن إلا أن يكون مثلا في أرض المعاد في الأرض التي فيها المدينة المقدسة وفيها المعبد وفيها الهيكل في الأرض التي وعد الله اليهود بإعادتهم إليها وهكذا طبعا عفوا يعني تم اختيار فلسطين والقصة بعد ذلك يعني معروفة وما حدث معروف ولدعي لإعادة سردها والدخول في التفاصيل فهذه الحلقات كانت بعيدة عن السياسة وإنما علجنا القضية من منطلق فكري وبالتالي تم اختيار فلسطين وهكذا اعتقدت الحركة الصيونية بأنها صيونية عفوا بأنها مثلا يعني طوط مثلا هذا الملف أو أنها أغلقت أو بأنها أغلقت ملف المسألة اليهودية طبعا يبقى السؤال مشروعا حول مدى صحة هذا الأمر فهل أن حل قيام الدولة القومية اليهودية في فلسطين يعني أنها فعلا المسألة اليهودية والعزل اليهودية أم أنه مثلا اكتفى بنقلها من مكان لآخر ومن بيئة لأخرى وشكرا لكم وإلى اللقاء